وقعت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة وقعت الكشفة الطبية على 1195 حالة بأحدى قرى مركز الصنطة بالغربية كما قامت قافلة جامعة طنطة التنموية بمحوة 170 مواطنا وزراعة 50 شجرة مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتضمنت القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والإشهدية والتثقفية لدعم المواطنين والأسر بالمناطق الأكثر احتياجا